تكديس الأسلحة الإيرانية وإزهاق أرواح اليمنيين وتهجير السكان وإرهابهم دور وظيفي لميليشيا الحوثية الموالية لإيران دراسة دولية صدرت عن مؤسسة معاية للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ذكرت أن الميليشيا الحوثية تواصل تكديس الأسلحة الإيرانية وإرهاب المدنيين في اليمن من خلال سلسلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومن بين تلك الانتهاكات ترحيل السكان وتهجيرهم قسرا من قرائهم ومناطقهم إلى مخيمة تفتقر للخدمات الأساسية كالكهرباء والماء تستند الميليشيا الحوثية في ترهيب اليمنيين إلى الدعم الإيراني المباشر واستمرار تدفق الأسلحة الإيرانية المهربة والمخدرات إلى الميليشيا والتي تكدس لاستخدامها في قمع الشعب وحكمه بالحديد والنار وكلما منر الوقت يقض الشعب اليمني في مناطق سيطرة الميليشيا رهينة للميليشيا وعرضة للانتهاكات وأكثر عجزا عن تنظيم أي حرك اجتماعي ينقذ المجتمع بما آلت إليه الأوضاع في ظل الطغيان والاستبداد السلالي تشير دراسة مؤسسة معيت إلى استمرار انتهاك الحوثيين للقانون الدولي الإنساني في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها فالميليشيا على سبيل المثال تمارس انتهاكات كالإعدام بإجراءات مجزة وتعصفية بالإضافة لانتهاكات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والاختطافات وانتهاكات حق العمل والتعليم والصحة والانتهاكات ضد الفئات الأكثر ضعفا من النساء والأطفال والأقليات والمهاجرين هذه الانتهاكات بحق اليمنيين تجري بشكل متكرر بل أصبحت نمطا سائدا وأدت الانتهاكات الحوثية وفقا للدراسة إلى إزهاق أروخ المدنيين وتدمير البنية التغطية والترخيل وتهجير السكان قصرا ترجمة نانسي قنقر